موسيقى النشرة المغاربية مباشرة من الجزائر الدولية اهلا بكم في المستهل وجهت الجزائر نداء عاجلا الى جميع الاطراف السودانية لاعلان وقف فوري لاطلاق النار لتخفيف معاناة السودانيين من الاقتتال الذي استمر لأكثر من عشرة الشهر دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الامم المتحدة عمار بن جامع خلال جلسة حاطة للامين العام للامم المتحدة بشأن الجهود الاممية لارساء السلام في السودان دعا جميع الاطراف الى وضع الخلافات جانبا واغتنام فرصة شهر رمضان لأحلال سلام دائم في السودان لقد مر ما يقرب من عام منذ بداية الأزمة في السودان ولم يشهد الشعب السوداني حتى الآن أي بادرة استرداء على الرغم من كل الجهود المبذولة لجلب الأطراف الى الحوار وفيما يتعلق بالوضع الإنساني فإننا بينما نتحدث الآن أمامنا أكبر أزمة نزوح في العالم مع ارتفاع خطر عدام الأمن الغذائي الحاد الذي يهدد ملايين السودانيين وخاصة في دارفور وأمام هذا الوضع المتدهور نريد أن نغتنم مناسبة هذا الاجتماع لتوجيه نداء عاجل لجميع الأطراف السودانية لإعلان وقف فوري لإطلاق النار مع الأمن العام ندعو الأطراف السودانية إلى وضع خلافاتهما جانبا والنظر في فرصة شهر رمضان المبارك شهر السلام للشروع في طريق الاسترداء وضبط النفس من أجل سلام دائم في السودان عمار بن جامع ادعى كذلك إلى وضع كافة الإمكانية لتمكين تدفق المساعدات الإنسانية الدولية إلى سودان مرحبا بقرار السلطات السودانية تسهيل دخول المساعدات عبر عدة نقاط حدودية كما أن هناك حاجة إلى استكشاف كافة السبل والوسائل لتمكين تدفق المساعدات الإنسانية الدولية حتى نصل إلى جميع السودانيين المتضررين وفي هذا الصدد نرحب بإعلان السلطات السودانية قرارها بتيسير وصول المساعدات الإنسانية عبر عدة نقاط حدودية بما في ذلك تسهيل وصول الرحلات الجوية الإنسانية إلى مطار الفاشر وكدوغلي والأبيض ونحن نشجع على المزيد من التعاون بين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والسلطات السودانية كما أعرب عمار بن جامع عن ترحيب الجزائر بإعلان عن جولة جديدة من المحادثات في إطار عملية جدة بإنشاء لجنة رفعة المستوى تابعة للاتحاد الأفريقي بشأن السودان والتي ستجلب إضافة لعملية السلام وفق تعبيرها كما نرحب بالإعلان عن جولة جديدة من المحادثات في إطار عملية جدة ولذلك ندعو الأطراف السودانية إلى المشاركة بحسن نية خلال هذه المحادثات وهنا نود أن نشير بمسير العملية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيغاد التي تمثل أيضاً الاتحاد الإفريقي لجهودهم المتواصلة ومن المهم بنفس القدر أن نطرح دور المنظمات الإقليمية وخاصة الاتحاد الإفريقي في حل الأزمة السودانية ونحن نرحب في هذا الصدد بإنشاء لجنة رفيعة المستوى تابعة للاتحاد الإفريقي بشأن السودان لأننا نعتقد أنها ستجلب قيمة مضافة واضحة ودعماً لعملية السلام وقع مجمع سنظراك التقاوي الجزائري عقداً جديداً مع الشركة الإيطالية تيكني مونت لإنجاز مركب بيترو كيمياوي بولاية سكيكدا شرقي البلاد لإنتاج أكليل البنزين الخطي مشروع جديد تتعزز به شركة الاستراتيجية الجزائرية الإيطالية من شأنه تغطية احتياجات السوق المحلية من هذا المنتج الشركة الجزائرية الإيطالية تتعزز بمشروع جديد ضمن مسع تطوير الصناعة البترو كيموية في الجزائر مجمع سنظراك يدعي منسيجه الصناعي بالتوقيع على عقد شركتين مع شركة تيكني مونت الإيطالية لإنجاز مركب لإنتاج ألكيل البنزين الخطي وهي المادة الخامة المستعملة في إنتاج مواد التنظيف والمنظفات الصناعية المشروع الاستراتيجي الذي سيكون بولاية سكيكدا شرقي الجزائر تتجاوز قيمته مليار دولار ومن المقرر أن يدخل حيز الاستغلال نهاية 2027 عند انطلاق هذا المشروع يمثل بالنسبة لمؤسستنا خطوة جديدة في إطار تجسيد برنامجنا الاستثماري الذي يهدف إلى تطوير صناعة بيترو كيموائية قوية سيمتد إنجاز هذا المركب الذي أسند تنفيذه بشكل كامل لشريكنا المتمثل في الشركة ذات الأسهم تيكنيمونت على مدى 44 شهر تبقى لعقد تعادل قيمته 1.05 مليار دولار 32% منها بالدينار الجزائري ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمركب البترو كيمائي الجديد 100 ألف طن سنويا من مدة الكيل البنزين الخطي بما يمكن الجزائر من تغطية احتياجة السوق المحلية والتخلي نهائيا عن استراد هذه المادة على أن يصدر الفائض منها ستبلغ طاقة المركب البترو كيميائي الذي سيدخل حيز الإنتاج إن شاء الله في ديسمبر 2027 نحو 100 ألف طن سنويا وسيسمح بإنتاج محلي لمادة مضافة تستخدم في صناعة مواد التنظيف والنظافات الصناعية والتي يتم حاليا استرادها كما سيسهم هذا الاستثمار الهام في تثمين المنتوجات البترولية بشكل أفضل الكيروزان والبنزين وكذا إعطاء دفعة جديدة لصناعة مواد التنظيف ومشتقاتها في بلادنا مشروع صناتراك الواعد يندرج ضمن استراتيجية المجمع لتعزيز وجوده في السوق الدولي للمنتجات البترو كيميائية وقبلها تحقيق الهدف الرئيسي بتثمين المواد الخام المتاحة في فروع سلسلة المحروقات رؤية تقول صناتراك أنها تعزز قيادتها لقاطرة اقتصاد البلد استعرضت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية الشاب سيني في زيارة تقوم بها إلى إقليم الباسك بدعوة من جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي استعرضت واقع الصحراويين بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية وواقع حقوق الإنسان هناك وخاصة المرأة الصحراوية ومعاناتها من المحتل المغربي في لقائها مع جمعيات وشخصية متضامنة أبرزت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية أن الاحتلال المغربي يمعن في استخدام الأساليب الوحشية لقمع المناضلات الصحراويات وتعذيبهن بسبب آرائهن دعية إلى ضرورة تحمل الهيئات القضائية الدولية المختصة مسؤوليتها إزاء تلك الانتهاكات استقبل رئيس الموريتاني محمد الدشيخ الغزواني وفدا من الاتحاد الأوروبي برئاسة نيكول ديمور وزيرة الدولة البلجيكية للاستشارات والهجرة وفق بيان لرئاسة الموريتانية المظهر ذاته أكد أن لقاء تطلق إلى سبول تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين نواكشوت والاتحاد الأوروبي خاصة المتعلقة منها بمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باطل لأنه يجب الحفاظ على المكاسب التي تحققت في البلاد حتى الآن داعيا إلى عقد اجتماع لمجموعة العمل الأمنية داخل ليبيا في أقرب وقت ممكن ووفق ما أوردته البعثة الأممية إلى ليبيا فإن باطل ناقش خلال اجتماع جمعه بسفراء كل من فرنسا إيطاليا توركيا والمملكة المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي ناقش سبول تكثيف وتنسيق جهود المجتمع الدولي لدعم المصاري الأمني للمساهمة في تحقيق السلام والأمن في ليبيا نهاية النشر المغاربية في أمان الله اشتركوا في القناة